بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدابه اللهم أمين يا رب العالمين لسه بنتكلم عن التيسير كنت اتكلمت مع حضراتكم من بارح عن خلق التيسير المشقة تجلب التيسير والله جل وعلا يقول في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وسيدنا النبي يقول لنا في الحديث إن الدين يسر وليشاد الدين أحد إلا غلبه ويقول يسروا ولا تعسروا وكانت حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلها قائمة على التيسير لا يشدد من شدد شدد الله عليه حتى يقول في الحديث هلك المتنطعون من المتنطعين قالها ثلاث مرات سيدنا النبي قالوا المتشددون في غير مواضع التشدد لما نقرأ في حياة سيدنا النبي ونقرأ في كتب السنة وفي كتب الفقه نجد أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما في كل حاجة يخير بين شيئين يختار اليسير السهل على الناس صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاة الترويح خرج وصلى بأصحابه ليلة وخرج وصلى بهم ليلة ثانية وفي الليلة الثالثة لم يخرج فبيسأل سيدنا النبي عند الفجر لماذا لم تخرج وتصلي بنا يا رسول الله يقول الحبيب الشفيع خشيت أن تفرض عليكم شوفوا الرحمة خشيت أن تفرض عليكم تيسيرا على أمته وينهاهم عن الوصال في الصيام يقولوا إنك تواصل يا رسول الله الوصال يعني يجي المغرب ويواصل فقال إنكم لستم كهيئتي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين ويجي سيدنا النبي يقول لنا في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء تيسير على الأمة المحمدية شوف لما يجي سيدنا النبي يجي له واحد من الصحابة يقول له يا رسول الله أنا بتأخر عن الصلاة في المسجد من أجل فلان وفلان بيطول بينا في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة اللي يصلي بالناس ما يطولش على الناس بعض الناس دلوقتي يجي يطلع يخطب الجمعة يخطب ساعة تخطب ساعة ليه لك عشان عايزة وصل رسالة للناس طيب يا أخي ما تتأسى بالنبي عارفين سيدنا النبي كانت خطبته أد إيه كانت خطبته قصدا يعني إيه قصدا يعني واسطا بين الطول والقصر إزاي يعني أد إيه كان يطيل الصلاة أكثر من الخطبة طيب تعالوا نشوف النبي كان بيقرأ إيه في صلاة الجمعة كان يقرأ في الركعة الأولى الفتحة والأعلى في الركعة التانية الفتحة والغشية زي صلاة العيد لو جنا قرأناهم بالترتيل وبالتحقيق ما يخدوش عشر دقائق الأعلى والغشية يعني كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أقل من هذه المدة وكان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه وكان يتخول الصحابة بالموعظة في الأيام كراهة السآمة عليهم يعني يتخير ويتحين الأوقات المناسبة ليعظ فيها الصحابة عشان لا يمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلى الله وسلم وبارك على من جاءنا بالتيسير وعلمنا كيف يكون التيسير فاصل وهرجع على حضرتك تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني ولسه مع التيسير يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا لذلك أنا دايما بقول للناس اللي بيسأل سؤال اسأل علماء الأزهر الشريف لأننا الأزهر الشريف قائم على الوسطية على الاعتدال على التيسير درسنا المذاهب الفقهية ودرسنا آراء الفقهاء في كل حكم وفي كل مسألة لنعطي للناس اليسر لنعطي للناس الإجابة التي فيها يسر في التطبيق ليس فيها تشدد ليس فيها تطرف ليس فيها تنطع وهكذا كان الأئمة الكبار ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم تسدنا النبي كان يدخل الصلاة يقول كذا إني لأدخل الصلاة وأريد أن أطيل فيها فأتجوز في صلاتي عندما أسمع بكاء الصبي لما الطفل الصغير يبكي يؤمن النبي يقلل في الصلاة عشان أم الطفل إيه هتنشغل بالطفل كان إذا صلى مع الناس لا يطيل الصلاة وكان إذا صلى وحده أطال الصلاة واحد من الصحابة دخل صلى ورى النبي في ليلى من الليالي قرأ الفاتحة والبقرة وألى عمران والنساء ثم سجد ركع قريبا من هذا وسجد قريبا من هذا كان سيدنا عثمان بن عفان يصلي بالناس ويخفف فإذا صلى وحده ختم القرآن كله في ركعة الوتر يبقى الإنسان ييسر على خلق الله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين في الحج لما يسألوا النبي يا رسول الله أنا رميت قبل أن أذبح يقول له افعل ولا حرج فعلت قبل كذا افعل ولا حرج ما سئل عن شيء في الحج الأكبري قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج هكذا يقول التيسير على الناس حتى عندنا في المسائل الفقهية ييجي واحد يقول لك بعد ما توضى يا عم الشيخ أنا الشف ولا أسيب أعضاء الوضوء كده مبللة لا أقوم بتنشي فيها أنه أقول له والله عندنا آراء الفقهاء منهم من قال أنه صلى الله عليه وسلم أتته السيدة عائشة بعد الوضوء بمنديل فتمندل يعني إيه جابت له فوطة مسح بيها وفي رأيي تاني بيقول لا السيدة عائشة جاءته بمنديل فلم يتمندل يعني فعل مرة كده ومرة كده يا عم الشيخ أتبول وأنا قائم ولا قاعد السنة النقاعد لكن النبي بال مرة وهو قائم طب يا عم الشيخ أشرب ونجالس ولا قائم السنة تجلس وانت قاعد لكن النبي شرب مرة وهو قائم يبقى يفعل مرة واحدة حتى سدنا النبي عشان إيه عشان التيسير طب يا عم الشيخ أنا صايم تطوع أعمل إيه العلماء اختلفوا الصايم المتطوع عند الملكية قال لك لو صايم صيام تطوع وأفطرتي في هذا الصيام زي إحنا في شوال مثلا واحد صايم صيام تطوع الاثنين أو الخميس وشعر كده بشوية تعب قال لك أنا إيه سأفطر هذا اليوم الملكية يقول لك لا دا يقضي اليوم دا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم الشفعية قالوا لا يفطر ما عليهوش حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر يبقى نجيب التيسير للناس المشقة تجلب التيسير دي قاعد عندنا في الفقه المشقة تجلب التيسير ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثماء يبقى الأمر فيه سعة الأمر فيه تيسير على الناس لا تشددوا على خلق الله إياكم والغلو في الدين فإنما هلأ أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين لا نغالي في ديننا لا نتشدد ولا نشدد على خلق الله خير الأمور أوسطها وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسطية في الإسلام يبقى تعلمنا من هذا الخلق العظيم من خلال نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن نيسر على خلق الله التيسير من مبادئ الدين الإسلامي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إياكم والتنطع والتشدد إياكم وأن تكلف أنفسكم فوق طاقتكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نسأل الله أن يرزقنا التخلق بهذا الخلق وأن نكون من أهل اليسر والتيسير اللهم أمين هروح فاصل وارجع لحضراتك وخليكم معنا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أسعاد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني وجينا للفقرة الفقهية أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين أعطي الزكاة لمين إحنا تكلمنا عن الزكاة وعلى من تجب الزكاة المسلم البالغ العاقل اللي معاه المال واللي بلغ النصاب وحل عليه الحول طيب أنا معايا زكاة مال دلوقتي جهستها وعايز أخرجها أخرج زكاة مال المين ربنا ألنا في القرآن على الأصناف التي تستحق الزكاة نمو الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أبقى كم صنف؟ تمانية نمو الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل تمانية فريضة من الله دية الأصناف التي تصرف لها الزكاة من هو الفقير؟ قالوا الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه المسكين يجد قوت يومه ولا يجد قوت غده بعض العلماء قالوا لا دا المسكين أسوأ حالا من الفقير والبعض الثاني قال لا دا الفقير أسوأ حالا من المسكين ليه؟ لأن ربنا يقول في القرآن أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يبقى مساكين وعندهم سفينة يبقى حلهم أحسن من الفقير وعلى كل فالزكاة تجوز للفقير والمسكين والعاملين عليها اللي بيجمعوا الزكاة وشغلين في جمعيات أو في لجان زكاة يجمعون الزكاة نعطيهم رواتب لأنهم قطعوا من أوقاتهم وقتا لجمع هذا المال وتوزيع هذا المال على المستحقين والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم من اللي دخلوا الإسلام جديد وبنحببهم في الإسلام والغارمين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الرقاب العبيد وما عدش عبيده الحمد لله الغارمين المحملين بالديون نروح السجون نشوف مين اللي عليها ديون أو مين اللي عليه ديون ونسدد دينه ونفرج كربه وننفس عنه قربة من كرب الدنيا لعل الله أن ينفس عنا قربة من قربات يوم القيامة الغارمين وفي سبيل الله كل وجوه الخير أي عمل من أعمال الخير حتى أهل العلماء المساجد أيضا تدخل في سبيل الله والمستشفيات وغيرها وإن كان الكثير من أهل العلم يرى أن بناء المساجد والمستشفيات يكون من الصدقات ولا يكون من الزكوات وابن السبيل الذي سافر إلى بلد أخرى وليس معه ما يأكل به ولا يتغذى به ولا ما يقتات به فنعطيه من مال الزكاة ابن السبيل المنقطع عن بلده يبقى تمن أصناف نعطيه من الزكاة طيب سؤال مهم يا عم الشيخ هل يشترط إننا مثلا لو معايا تمن تلاف جنيه زكاة مال لازم أوزع التمن تلاف على الأصناف التمانية الفقهاء قالوا لا يشترط هذا إلا الشافعية الشافعية قالوا لو الأصناف التمانية موجودة يبقى لازم أوزع الزكاة زكاة المال على الأصناف التمانية فقير مسكين عامل عليها مؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين في سبيل وابن السبيل ويأثم الإنسان إن لم يعطي إن لم يعطي واحدا من هذه الأصناف موجود بقية المذاب الفقهية قالوا يعطي حتى لو أعطاه لصنف واحد من الأصناف يعني لو أعطاه لفقير أو لمدين يجوز ويكون قد أدى ما عليه من زكاة مال لله المهم للناس تخرج زكاة مالها للمستحقين ربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة على الأغنياء الأغنياء وكلاء الله في هذا المال والفقراء يستحقون هذا المال فإن بخل الأغنياء على الفقراء يستحق العذاب من رب الأرض والسماء ربنا يحسبهم وَلَيْحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يبقى أصناف الزكاة تمانية ينفع طلعها الصنف واحد منهم آه وبعض الفقهاء قالوا لهم الشافعية لو استطعت إننا أخرج زكاة مالي للأصناف الثمانية يكون هذا أفضل أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم اجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين يا رب العالمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته